السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في فيديو جديد إن شاء الله تكونوا بخير ومهنيين وبصحة جيدة نرحب المشتركات التاعي كامل نقول لكم السلخير عليكم نقول لكم مشارككم وشاهي صحتكم إن شاء الله تكونوا كامل في أحسن الأحوال خياتي اليوم عندنا روتين متنوع وفيديو متنوع فيه وصفات ورانا رايحين نبدأ الحلوات هالعيد بالصحة ولهنا حبيت نقترح على الأخوات هكذا يا وصفات خفاف الظرف مشاء الله راهم رايحين يعجبوكم احتفظوا بالوصفات كي قرب هكذا يا الوقت راكوا رايحين نديروهم هي ملاخيتي سنة وتبعوا المحتوى تاع الفيديو للآخر وشوفوا الفقرات تتاعوا أكيدا كوا رايحين تستفادوا شتوا هذك الحال كيفاش راهم شتي وطاحت هذيك البلودة ربي حنين كريم يعني جوزنا هذك النهار تعرمتان كانت سخانة تقتل يعني النفس ما قدرنا شنة نفسه والحمد لله ربي راهو رحمنا بهد القطرة تعشتها وحتى درجة الحرارة هكذا حبطت وراهي لافخي شغ زين اللي خبها هذيك الكوة للخشينة يعاود يجبدها كي ما قلت لكم ديك الاخترارة راهو برد الحال بزاف بزاف المهم هذيك الكوزينة التاعرة هنخلطة بديت بيها راني بشوية بشوية هكذا ننظمها كامل بش ندخل هكذا يا نطيب كي ما تعرفوا مدابية ناكي نكون نروح نطيب يعني نحب كل حاجاتكم في بلاستها يعني نعرف هكذا يا أخوات بزاف ولكي الناس تقول لك أنا واش علي هناني رايحة هذي الكوزينة نخلطها نخلطها خلي تتخلط على اخطرها من بعدين نقيها اخطرها واحدة ولكن أنا شوف هاد 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 النظرة يعني شوية غالطة يعني نحتار ما أنا أرأ الجامح كامل ولكن شغل كي يخدم الإنسان في الفوضى ولا يخدم الإنسان في الدنيا تكون مقيقية رايحة تفرق انتي كي تكوني تخدمي في الحاجة سوركي طيبي ماكلة ولا طيبي حلوة ولا كي تديري في أي حاجة كي تكون دنيتك مقيقية وكل حاجة في بلاستها لما عن غسلتيهم رجعتهم هكذا البلاكغ في بلايسهم وهدك البوتاجي التاعك راهو فارغ انتي اللي حت تجب ديها رايحة ترجعي هالبلاستها حاجة بينها باش ما تزيج تتخلط عليك الحالة على بيكم كي يكونون خدموا هدوك ليه نغجي بدوين نقصوا خاصة في شهر رمضان مبارك يعني ربيعبين ان شاء الله الصحة والقدرة راسنا هكذا يمدوخ وكي ما قولوا يدمن ويدمل هيك وشغل ماشي حاجة سهلة وتزيدي تشوفي هديك الكوزينة تدرب تقلب انا واحدة ما نقدرش يعني نخدم شغل هكذا موحال مدابيا نقيها كامل بطبع ونعاود نخدمها من بعدها كي نكمل لانا هاتك شغلي صراحة شغل تقعد هديك الكوزينة ولكن كمال طيب بتاعي تقعد هديك الكوزينة التاعي مقيقية لاني اللي رفدتها عاود ترجعتها هكذا يا البلاستها المهم كل واحد كيفاش يحب يخدم شغله كل واحد كيفاش يرتاح انا دائما نحب نشارككم هكذا يا اليومية التاعي ونحب بما اني راني هكذا يا فتحة قناة واخوات بزاف يحبوا هكذا يتبعوني واستفادوا من الطريقة التاعي انا نحب نقول لكم انا كيفاش نحب ندير وكي ما مدار ينقول لكم دائما ندير ورايكم ما دير وراي حتى واحد ليشتوا هاتخرج عليكم والجنب اللي رياحكم رقدوا عليه المهم خياتي صراحة حلنا وش ناكلوا في هذا رمضان انا وحدة العائلة تاعي ما تحبش هات الجوازات بزاف ولا نحب اخطرات نطيب لكم هكذا يا وصافات ولا ولكن على بالي حنطيبهم حيقعدوا غري الترمو انا رايح نغل هاتك بش بش في المقلة ولا في الطاجين ولا في الفوق ولا في اي مكان هكذا ميحبوش هاتك تواجن بزاف نهار نغلط ونطيب هاتك الطاجين ولا غريقوا عديدور هكذاك في الفريجيدال وانا من نوع تاع الناس لما نحبش كامل هكذا يا المقلة الضرمة المهم هنا خياتي عندي هاتلي بغوشات كي ما راكوا تشوفو درت لهم هكذا شوية فلفل وشوية طناطيش وتبلتهم بالتوابل تاع الشوارمة درت لهم شوية ملح ودرت هذيك السوس تاع السوية معه شوية تاع الخل ورشيتهم بشوية تاع الزيت كي ما راكوا تشوفو هنا شوية سوس تاع السوية وشوية تاع الخل خلطتهم ودرت هكذا يا من الفوق تطيها بنا بزف بزف مليحة هدا أنا رايحة نرافقه مع الروس يعني هكذا خفيف الضريف على بالي اللي يغلطو فيه يكلو شوية ما نكترش ندير كمية قليلة وزح حوله هنا يعني نقليه فيها في هد الكريبياغ اللي كنت ديجا وريدها لكم تعليه كرب طيب لكرب تقدروا طيبو هكذا يا فيها لبروشات ولا تشوفوا فيها فلفل أي حاجة ركو حابينها تقدروا تديروا فيها الداخل هد الكريبياغ متوفرة باللون الزرق واللون الحمر سعر تحت 600 الف متوفرة عند لك هذا دارجيغي إلا حبيتوا هد الكريبياغ اللي راكو تشوفوا فيها مرة جايينزين طيب لكم فيها لكرب إلا حبيتوها تطلبوها من نموغو التليفون اللي راهو خارج لكم على الشاشة هد الكريبياغياتي بزف بزف هيلة وفيها ألف واط يعني الدرجات تحا عالية وعندها هدك ريقلاش تحبو تشويوا على نار عالية تشوي فيها تحبو تشويوا على نار هكذا قليلة تقدروا تنقصو لها طيب المطلوع طيب كلش يعني الحاجة اللي راكو حابينها أكو رايحين طيبوا فيها توصيل تحا للعاصمة 40 الف والباقي الولايات 70 الف الروز تاعي كما تشتو هنا يا غليتو يعني التغلية العادية زوج كيسان تع الماء مع كاس تع الرز ولزوج كيسان وشوية ماء مع كاس تع الرز مداري نقول لكم الروز البسماتي دايمن هدك شغل عاصي شوية نزيدو له شية تع الماء شوفوا خياتي هالكريبياغ تنظيف تحاش حل سهل يعني ما تلسق موالو شتو كيفاش كانت مبهد لها كامل غرب هاديك سيرفياتون بابي راهي حاك دايات نقات عملك لبغوشات تتعي رهم وجدين شكل تحهم جاب زاف بزاف شباب وتعنيت خياتي الريحة تحهم راهي تطلع ما شاء الله نودكم ما شاهيكم هنا خياتي جيت نوري لكم هاد الفخيتوز اللي من أروع ما يكون صدقوني خياتي يعني شوفوا كيفاش رهم دايرين هاداك الانوكس تحهم يشعل شعيل الجودة تحهم خياتي بزاف بزاف ممتازة الحاجة اللي عجبتني في هاد الفخيتوز وما نشوفوها شكل يوم عندنا هنا هاد الفخيتوز اللي ترفضة ربعة فاصل خمسة لتر يعني لكاباسيتي تحاد الفخيتوز المركة التحاكي ما راكوا تشوفوه ميلتي سمارت فيها الفين وات كي نقولو الفين وات معدها طيب تخيط غيبية مش هديك اللي حتخلينا هديك البطاطات تتعنا ولا المقروط تتعنا هكذا كشغول معجن يعني ما شاء الله عندنا في هاد الفخيتوز فيها ثلاثة هاد سليلات عندنا هدي الكبيرة اللي حبينا نقليو مقروط على خطرة ليسيكار على خطرة قريوش على خطرة اللي راكوا حابينها ليفخيت تانيت على خطرة ولا تحبو تستعملو هاد سليلات مثلا هكذا في زمان الصيف راه رايح غل هادك بتنجال مقلي ولا قرعة مقلية ولا تحبو تديرو هكذا يا هادوك الفخيدات تعلجاج الحاجة اللي راكوا حابينها وكوا حابين تفارقوا ما بينتهم أكوا رايحين طيبوا في كل سلة وحدها صدقوني خياتي ممتازة للإنوكس الجودة التاع وعالية وتانيت الاستعمال التاحة ممتاز هدي سليلة الكبيرة شوفوا كيفاش تنحط فيها هادك البواني اللي كما قلوا ما يسخنش فيه دينا نديرو هادك الزيت كاين المينيموم وكاين الماكسيموم وانا راكوا حابين توصلوا هديك الزيت تاعكم وتانيت الحاجة المليحة في هاد الفخيدات نقدروا نقلعوا لها كامل هادك الغيزيستانس تاحها والنحيو هاد هاد البيدونة هدي الكحلة ونغسلوها بكل سهولة هاي لك الماركة التاحة عندها تانيت منيج على وطفيك ويما قلت لكم تتحكموا في هادك الغيقلاج شوفوا الله هي بارك ممتازة وتتركب بكل سهولة مع ذاك تحبو تصفيوا هديك الزيت وتغسلوها يعني حاجيكم سهلة السعر خياتي تاحة هاد الفخيدات اللي قلت لكم السعر تاحة 4.5 لتر هادي الدير مليون وتسعين آلف توصيل للعاصمة 40 آلف والباقي الولايات 70 آلف عندي منا يا خياتي هادي الفخيدات اللي صغير عليها في هاسلة وحدة هادي تاحة 3.5 لتر نفس الماركة ملتي سمارت فيها تانيت ألف نوات كما الأخرى يعني هادك السيستام ولا ريقلاج ولا رهي تشبه للأخرى برك هادي صغيرة عليها شوية وصغيرة عليها تانيت في الدراهم وكل واحد كيروح يشري خياتي يشري الحاجة لخصاته في داره ويشري الحاجة اللي رهو مسحقها وتانيت إلا كانت عيلة كبيرة يحبوا الفخيدات الصغيرة الكبيرة إلا كانت عيلة صغيرة يحبوا هاد الفخيدات الصغيرة صدقوني خياتي بزاف بزاف هاي لو ماشي هاديك الفخيدات اللي كما نقولوا واحد يشريها في الندامة وانا واحدة عجبتني بزاف بزاف عندها هادلي دي بوانيي اللي راكوا تشوفوا فيها ترفضوا بيها الفخيدوس تحكم حاجة بينا بش ما تجيكمش تسخونة تنحل وتديمونتك كيما لأخرى وتقدروا تغسلوا هادي تنحطوا الزيت بكل سهولة هادي يا خياتي الدير 890 هادي 3.5 لتر توصيل للعاصمة 40 ألف والباقي الولايات الدير 70 ألف راهو جاي غير ليامات تاع المقرط والقريوش والصامسة صدقون يعني كيتقلوا فيها راهي رايحات نحيلكم الغمة حتى تطلبوا هاد الفخيدوس سوى وحدة ولا زوج كل واحد بش راهو أنتريسي ولي ما راهوش أنتريسي خلي شوفوش كين جديد وما رحبا به تطلبوهم كيما قد لكم خياتي من عند لكذا درجيغي اللي راهي دائما توفرنا المنتوجات الممتازة هايليك لقارنتي التحى عام 18 شهر 16 شهر مشي 18 شهر لقارنتي رايحين تصيبوها في الكارتون التحى نكملين خياتي في الفقرات تعنا ونجوزو دكاتيك للحلوات تعالعيد إن شاء الله ربي يدخلوا علينا بصحة ولهنا ما تخلعوش أنا راني نجرب لكم عقدة مقادير صغيرة باش انتو ما تاخدو الأفكار ما جبش العيد يجري المهم خياتي عندنا هنا هاد المول تعالى سيليكون اللي حنديرو فيه لزيسكيمولة اللي حنديرو فيها الحلوات تعنا المقادير اللي حنديروهم ماشي بزاف في هاد الحلوات شوفوا لي مول هادو مش حال شابين ما شاء الله من أروع ما يكون يعني شوفوا في شغل في مول واحد نصيبوش حال من الشكل هاد لي مول خياتي راهو موفرهم كعمول اللي عندو تشكيلة تعليمول الله يبارك اللي راهي مهتمة وتحب تشوف دايما جديد تعليمول نخلي لكم الصفحة تاعو في صندوق البصف هكذا تشوفوا الصفحة على الفيسبوك وتزيدوا تانيت تشوفوا القناة تاعو راهو داي القناة على اليوتيوب واسمها كعمول ركو تشوفوا الداخل اللي غسات ولا لي مول اللي راهو متوفرين عندو هنا خياتي عندنا شوكولة هادية تعطلة هادية بلحليب هادية تاوبتلة اللي صراحة ان انا اول مرة نستعملها ولكنها اكتر من رائعة ممتازة وراكو رايحين تشوفون يدوك كنخدم بيها كيفاش الاستعمال تحها ما شاء الله تجي هكذا يا كيل حرير واللي حتى حد جي بزف شابة وتانيت ماشي هاديك النوع تاع شوكولة اللي شغل كنروح ندوبوها هكذا في حمام مائي راهي رايحة تبركس المهم خديت انا هاديك العلبة تاع اوبتلة بلحليب كي ما قلتلكم ماشي السوداء ودرتها هكذا يا في حمام مائي الدوب من جهة تانية خديت الابتلة هادية اتختيني اني حنديرها ان شاء الله في الميكروند هكذا تنتلق شوية باش كين بدأ اللم هادك اللوس داعي المرحي وهادك القطو تانيك المرحي ما تاخدليش هاديك الكمية الكبيرة وما تعدبنيش في الخدمة المهم عندي هنا يا كس تاع القطو مرحي اي نوع تحبوه ولكن من المستحسن تكون هديك النوعية المليحة بشي عطينا جو بزاف بزاف بنين عندي هنا يا انا درت كس تاع اللوس انتو ما تقدروا تديروه كوكا وتقدروا تديروه مخلط بين كوكا وولوس تقدروا تديروها كوكا ووجوز الحاجة اللي متوفرة عندكم متاع مكسرات تقدروا تحطوها ونبدأ نخلط بالأبتيلة دوق النوعزات كي ما راكوا تشوفو حتى نتحصل على عجينة متماسكة ما نسحقهاش هكذا يا ضرية بزاف يعني الشوكولة عنا هي ميزانة احنا نبدأ ونخلطوه غيرت تتلم هكذا شويا نحبسو الملحقة ومدابينا نخدمو بيدنا باش يبان هدك القوامة العجينة داعنا هاي لك الأبتيلة التاعرة هيدا بتشوفو القوامتها كيفاش كريمي وتقعد هكذا من غير ما تنشف وتبركس نشد هد المولتع سيليكون يراهم ديرين حالة بسكوا على بلكم في مول واحد غيرا ننصيبوش حال من شكل خياتي كي ما راكوا تشوفو عندنا شغل نقدر نديروه ثلاثة أنواع ولا ثلاثة أشكال في مول واحد هكذا خل ما نقعدو نشروو شغل من كل هكذا يا موديل مول واحد تاع سيليكون حاجة بينها هكذا ما رايحين يسقاموننا كتر وكتر هكذا نديروه تشكيله متنوعه في مول واحد نشدو هديك الشوكولا نحكمو هكذا يا البانسو ونوزعوه كامل على هكذا الجوانب حتى نغلفو هدك المولتعنا كامل تاع سيليكون ونديروه كطبقة اللولة ونديروها داخل في خيجي داخل حوالي هكذا كزوج دقايق ونعودو نجبدوه باش نعودو نكرروا العملية هنا خياتي من المستحسن نستعملو هده هده البانسو ومشي هدك تاع سيليكون من المستحسن هده يالين ديرو به البغيون ولا هده يوزع الناخير وخير باسكو هدك المول تاع سيليكون على بلكم هدك هدك الفرشات تاعو هديك جاي هكذا مفرقة مايش حتخدم النملح شوفو خياتي هدو ما كيما قلتلكم نحطهم هدي المرحلة الولانية نحطهم داخل المجمد يعني غير شوية برك والله ما تلحق زوج دقايق اصلا هول حال بارد بعد ما يشدو روحهم هكذاك نعودو نديروه الطبقة التانية يعني هنغلفو هده المول تاع سيليكون انغلفوه خياتي بزوج مرات هكذا يا باش نتحصلو على طبقة هكذا لباس عليها وما تتكسرناش كي نروحو نحيوها بعد ما نشفت الطبقة التانية نشد هنا يا توفيها كاما مال نديروه هكذا يا بغير فتع قهوة في كل هكذا يا فراغ باش هديك الحلوات تاعنا تانيت يجي القوت تحاها هيل ونزيد نحطها تانيت خياتي داخل المجمد تشدو روحها هكذا يا حوالي زوج دقايق ثلاثة ينفوها تشد روحها نبدأ ندير هدك هديك العجينة ولا هدك هدك اللوز اللي لميناه مع القاتو بالشوكولة هنا خياتي كما راكو تشوفو نديروهم داخل المول علاش دلنا هديك توفيه تتجمد باش كين بدون نحطو هده 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 لفاغس ما تخرجناش هديك توفيه وتانيت باش ما تطلعش للفوق المهم الكمية هدية تاع لفاغس خياتي نديروها هكذا يا شغول مشي خرجع لهذاك المول حنا ما دبينا هديك الجهات تكون هنا مسطحة نشدو في هده المول تعاليزي سكيمو اللي راكو تشوفو هده الأعواض الخشبية راهم يتبعوا عندلي بيعدوزها الحلوة ولكن من المستحسنت وما تديرو هده الحطبة ديروها قبل ما تديرو هده التوفية يعني قبل ما تعمروا التوفية ديرو هدهك الحطبة باش ما تتشققش هدهك الحبيبة تعاليزي سكيمو المهم بعد ما زندرناها دخل مجمد حواليزو جدقائق ولا ثلاثة تشدروها مليح مليح من نفس الشوكولة اللي طلينا عليها هدهك لتحتة نعاودو نغلفوها كامل من الفوق يعني كوش وحدة مليحة ولا تديرو لها قدادو كوش سوخ بلاس كي تكملو هدهك الولانية اللي بديتو بيها تكملو كامل باقيين تعاودو تعطوها هديك المسحة باش تتغلف لكم مليح مليح ويجي هدهك السطح حتى يجي املس وشكل تحتاني تيجي شباب صدقوني تجي هده الوصفة من اروع ما يكون توالمها كدايا للعيد تنحطها كدايا لا تيحدة يا سيدي هكدايا في سهرات رمضان لا عندكم كاش ضيف ولا يعني حتقدموها اكيدا رحي رايح تكون شابة زدت دخلت هكدا المجمد شدت رحها شوية وبديت نحي فيهم من المول تا سيليكون يعني يتنحاوا بكل سهولة كما راكوا تشوفو هامليك هكدايا نحيولهم هدهك زيت تا شوكولة يعني راهو رقيق برك هكدا غربي يدينا برك راهو رايح يتنحا نسعفو خياتي الحبيبات التوعنا كامل نحيوهم حبة بحبة ونحطوهم هكدايا فوق شبك باش نجوزو نزينوهم حتى هده زوائد خياتي اللي راهم فوق المول تا سيليكون تا شوكولة تقدروا خياتي هكدا تفتتوهم وتديروهم في علبة يعني ما مش حيرو حخصارة كيت روحوا تديرو تحليا ديروهم هكدايا من فوق خاصة ولا كانت تحليا بشوكولة شغل كيتكون مكسرة هكدايا تجي بزاف بزاف شكل تا شباب شوفوا ليزيس كيموت تاعي كيفاش خرجو صدقوني من الروح ما يكون لي ما عندهاش هده المول تشريه وتوجدو هكدايا بإذن الله باش تدير به الوصفة في العيد ان شاء الله حتى هده المول كي ما راكوا تشوفو نقدروا نديرو به لاك خام هكدايا يعني نديرو نفس الطريقة وشنو وندرنا احنا هديك لافاقس باللوز ولا نقدروا نديرو هكدايا ليه جلاس ونديروه الداخل ونغلقوا عليه بالشوكولة ويتقدم ان شاء الله هكدايا في الصيف اكيدا له رايح يجي هايل الناخياتي عندي هده الناخخي الدهبي عندي هنايا قطرات على الزيت حوالي هكدا بغير فتع القهوة في اللول حبيت نزين هكدا بالبانسو قبل ما نشمخوا في هديك الزيت حبيت نديلهم هده مديكور بالدوغي هكدايا بهده الناخخي نمسح لهم هكدايا من فوق هده تلت حبيبات لي راني حبة نخليهم بهد الشكل باش نجوز نغطس هدهك البانسو التاعي مع هدهك الزيت يعني نمسحوهم مسحة خفيفة هده ما منا لاني حابة نعطيهم غير هكدايا شكل بسيط نحكم منها هدهك ناخخي التاعي كيما قلت لكم عشوية الزيت يعني هو عنده هده هده شغل هده شغل لكل سائل هكدا تخنسبارانسيت واسمو هدهك يعني يتباع على ما كانش متوفر عندي المهم سلك تراسي بشوية الزيت يعني يطي نتيجة لبس عليها وينشف لبس عليه المهمه هنا بديت نزين فيهم انا نعطيكم افكار وانتو ما اخدوا الفكرة عجبكم التزين تاعي كيما قلوا ديروا الوصفة بنفس التزين يعني جاوكم افكار هكدا كي تكونوا تخدموا وحبيتوا تبدلوا تاني راهي ترجع لكم يعني حتى ولا ما زينوهمش راهوا لمور الله يباركي يهبل كيما راكوا تشوفو يعني الشكل تاعه ما شاء الله كي نزيدوا التزين اهو رايح يزيد الزين على الزين ولكن هو هكدا يراهو شباب المهم خياتي كيما راكوا تشوفو هنا يا انا يا كل هكدا يا رشمار هني نزيد لها تزين هكدا يا خاص بيها هكدا يا كيما قلت لكم نعطيكم افكار درت منا يا هدك الورد ودرت شوية على البيستاش هديك الفايدوغ هديك صراحة كانت خلاص لي كنت حابة نزيد نزيد لها هكدا ينتوش بهديك لا فايدوغ تمت بزاف بزاف شكل الشباب ولكن مازال كينا الحلوان ليه متل جايين وحنزيد ان شاء لكم وصفات بزاف بزاف ان شاء الله وكل واحدة رايحة تدير الوصفات اللي يساعدوها كيما قلت لكم انا ندير بكميات قليلة وندير لكم وصفات بزاف وانتم ما خدوا فكرة الحاجة اللي عجبتكم دونوها عندكم واكيدك رايحين نديروها يعني بلاتو كيما هدايا تحطوه للضيف حتى سيدة العاملة يعني ما تكسر راسها موالو راهو هكدا يهم وشان يكون عندها هدك دوزن في الدار تدير هكدا يبلاتو مشكل صراحة يعني حتحمل وجهها هكدا يقدم العائلة تحاو قدم ضيفها هوليك شكل تحهم نهائي هوليك كيفش زي انتهم صراحة أنا عجبوني خلولي في تعليقات انتو متانيتي لا عجبوكم وصفة يعني من غرفهم خفيفة ضريفة وتاني تشغل تعتبناج نحطوها معلاتي كيما قلت لكم حتى هكدا يلا للسهارات تع رمضان تندك لي يعني بزاف بزاف هيلة شكلهم جاني مميز خلولي خياتي في تعليقات هكدا يلا الحلوية اللي ركو حابين ديرهم فاش نفوت فاش ما نفوتش اطوني هكدا يلا أفكار وانا اكيدا يا رايحة نطبق لكم الوصفات اللي ركو حابينهم المهم خياتي انا عندي تشكيلة تعليمول تعامل كيما قلت لكم بزاف بزاف شابين حنديركم بهم سابلي بخاستيج حندير بهم وصفات بزاف بزاف وانا حلاش بديت لكم هكدا يا البكري انتو ما تشوفوا الحاجة اللي عجبتكم واكيد خياتي ركو رايحين تطبقوها كيما قلت لكم خياتي سنوني إن شاء الله في فيديو جديد نهار السبت إن شاء الله إلا كنا من الحيين على غير العادة حط لكم فيديو إن شاء الله نهار السبت هكدا يا ركو رايحين تستفادوا من الوصفات المالحة ولا الحلوة يعني الروتين تعنا راه رايح يكون دايما فيه مالح وحلو خياتي دوكاتيك مع الياغين قلكم تهلاولي في روحكم تهلاولي في صحتكم وتبقوا على خير يوجه الخير دمتم وفيات